السلام بحضراتكم معكم انا فرج من معرض عبدالله الدهنات والديكور سعيد جدا النهاردة انقدم لحضراتكم حلقة مهمة جدا وهي بعنوان كيف تكتشف الدهنات المقلدة اول حاجة في الدهنات ازاي تعرف ان الدهنات مقلدة بالباتشا والباتشا دي بتبقى مطبوعة من فوق على العبوات عن البستيلات او ايها دهان تلقى من الشركات بتطبعه علشان خاطر بتثبت ان هو ده ملكها والنقطة التانية علشان خاطر ما يتجلدش ده نظام كود عليه ارقام زي ما احدكم شايفين تلقى مكتوب عليه BN وبعدين الكود اللي عليه في حالة الدهان ان هو يكون مقلد الشركة بتحط ده علشان خاطر منعا للتغليب بيبقى مقبوع زي ما احدكم شايفين كده من فوق او في شركات تاني زي بتطبعه من تحت زي شركة كسكين في شركات تاني زي شركة كنوات البناء الحديث بتطبعه برضو في الجنب يعني ما اشتركش ان هو بجا من فوق لكن اغلبية الشركات بتطبعه اعلى العبوات على الغطاء الشركات محترمة بتحمي نفسها من عدم تجليد المنتج بتاعها في ايه فايدة الباتشا دية او رقم التشغيلة فايدتها ان هي الشركة بتبقى عامل سيستم داخل المصنع بالباتشا دية زي كود ودي موجود عليها المجادير والخلطة والتركيبة بتاع الدهان ففي حالة انك انت بتقول له عند المنتج في خلل او المنتج شكك ان هو مش من المصنع بتمليه رقم الباتشا او رقم التشغيلة فبيقول لك المنتج ده فعلا والمجادير بتاعته مصبوطة او المنتج ده مش بتاعي وده مقلل تمام دي فايدة الباتشا دي اول حاجة كانت معانا في كيف تعرف ان الدهان ده اصلي او مضروب او مقلل في حاجة تاني برضو بتاع رفها زي ما حدكم شايفين ادي شركة كابسل محترمة العريقة اللي بتصدر لاغلبين دور العالم شكرا اده في صناعة البهيات ده المنتج المقلد لها تمام دي شركة كابسل اصلية وده المنتج المقلد زي ما حدكم شايفين في فرج في فرج في ساعة العبوة الحجم بتاع المقلد اصغر برضو الالوان هتلجاها مختلفة حتى الاسم برضو هتلجا مختلف برضو هتلجا في اختلاف واضح للعلم من الشركة الكابسي غيرت الشكل بتاع العبوة بس برضو كانت الشركات المقلدة بتسعى على كل ما الشركات بتغير شكل العبوة برضو الناس دي يعني نفوسها صغيرة وما عندهاش امكانيات ولا قموة ان هي تكبر وتعمل حاجة فتضرب الخامات بخامة اجل فابدت تعمل نفس الشكل العبوة لكن برضو في اختلافات وبرضو في نقطة زي ما حكينا قبل كده على البتشة الشركة عليها رقم البتشة من فوق لكن دي معليهاش رقم البتشة دي قادي برضو محببين منوضح لحضراتكم الشكل والاسامي برضو مختلفة وحتى اللون برضو مختلف الشركات المقلدة بتصنع نفس العبوات بتاعت شركات الدهنات لان الشركات زي مثلا كابسي او سكيب او اورياند او جيليسي الشركات دي رائدة وعظيمة في مجال الدهنات بتصدر لدول العالم وفي مصر اكثر مبيعا لانها هتمت بالجودة بتجدم افضل جودة للعميد بتاعها او بافضل ساعة فالشركات المنافسة لها او الشركات الاقل اا جودة فبتحاول ان هو الملتك عشان خاطر واخد سفا عند العميل فبيتطلب بالاسم فهي بتحاول تجلد الاسم الاكسر اا شهرة واكسر مبيعا فحاول تجلده فعشان كده هي بتهتم به مسلا زي زي ما شفته او بيتجلد كابسي في الاكاية بتاعها لان هو اا من اكثر المبيعات في جمهورية مصر العربية وفي دول العالم برضو بتجلد ديكورا بلاستيك اا قابل للغسيل من شركة تسكيب اكتر بستلة بتتباع يجي تشتري منتج من الدهنات ولو لجيت سعره فارج جدا عن السوق يعني في السوق مسلا بجنيه والتاني تلجب بنص جنيه ما تشتروهوش ايتجنبه لان اكيد المنتج ده مضروب تمام خليك في المنتج اللي هو كويس ونفس ده عند كل التجارة وعند كل المعارض نفس السعر واحد لكن ما تجريش ورا اا السعر الغليل لان الناس اللي بتصنع المواد المضروبة ديه الدهنات المضروبة بتهتم بجني المال ما بتهتمش بالنهاية بتقدم جودة وسعر وخامة وحاجة تعيش للعميل بتاعها لا بتهتم بجني المال وده عمره مش طويل في السوق لان مرة والتانية وخلاص ما بيبجنيهوش وجود في السوق لان الناس بتدور على الحاجة اللي تعيش معاها مش الحاجة اللي بتخسرها او الحاجة اللي تدمرها فحاول تهتم بالمنتج الاصلي والمنتج الكويس وتروح لمحل ثقة اللي هو مثلا معرض وكيل الشركة فبتتعامل معاه فالوكيل مستحيل ان يدخل منتج مضروب عنده لانه هيأزي سمعته وهدور الشركة اللي هو بيعتمد عليها واللي هي مصدر ثقة ليه هتخليك في المنتج الكويس والسعره معجول نفسه في السوق علشان خاطر يعيش معاك ويبقى كويس بانه نروح لنقطة تانية وهي دور الفنان اللي هو النقاش او معندس الدكور او العاملين في مجال الدهانات هم وشغالين هيبن معاهم الخامة ان كانت الخامة رديئة فديها تظهر ان كانت الخامة قوية فديها هيكمل بديها برضو يظهر معاه وهيكمل بها ان كانت الخامة رديئة فرجحها للمعرض اللي انت جبت منه المونة وقوله الخامة دي لا مش هيأة الاصلية اربيوك لا دي خدها كده ما تضرنيش او اللي جيت اه لو رفض ياخدها منك دي هتكلم الشركة وتقوله انا جبت اه الخامة دية اللي تبع شركتكم ولجيت المنتج مضروب هل الشركة ان كان فيها خطأ هتعاوضك وتجيب لك منتج غيره او ان كان المنتج مضروب هتقولك لا ارجعه تاني وخد في لوسك لان المنتج ده ما بخصناش وده هتعرفوا من طريق الباتش اللي كلمنا عن اه جبل كده كلمناكم عنها وهتكلم طبعا كل الشركات حتى رقم تليفون هتلجع العجوبات بتاعتها يا رب اكون خفيف الزل عن حضراتكم وكون اسعدكم ونلت رضائكم في الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتعملوا شير للحلقة عشان كل الناس تعرف وتستفيد وتعرف ايه الدهنات المضروبة من الدهنات الاصلية علشان خاطر اه الناس ما توجعش في الخطأ ده وتخسر ثقة الشركات وتخسر فلوسها فارجوكم ان تنشروا الحلقة على كدر المستضاع وتنسوش تشتركوا في القناة علشان تعرفوا كل الحلقات الجديدة والحلقات الحصرية اشتركوا في القناة علشان اشتركوا في القناة علشان اشتركوا في القناة علشان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة